ترجمة نانسي قنقر بتوزيع ألفي وحدة سكانية إضافية على المواطنين رضاً وافر وحجم من الإشادات كبير من قبل المستفيدين من المواطنين بالجهد العظيم والعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الإسكان وتبذله في إنفاذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكانية في مختلف مدن البحرين الجديدة والذي يتوافق مع عمق التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكانية أنا أشكر القيادة رشيدة وصراحة كان شعور رواية طيبة لما تقصروا لي وأتمنى إن شاء الله الفعل للجميع إن شاء الله أشكر الملك وأشكر رئيس الوزراء على اهتمام المواطنين وتوفير لهم السكن المناعم الحمد لله رب العالمين شكراً لملكنا ملك البحرين وأشكر القائمة في وزارة الإسكان على هذا الإنجاز صراحة نشكر وزارة الإسكان بتوفير المساكن للمواطنين وهذا صراحة إنجاز كبير وإلى جانب ما تم إنجازه من مهام في السابق تتعلق بتوزيع شهادات الاستحقاق وتسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمنتفعين تبقي وزارة الإسكان على آلية تنفيذ مستمرة للوحدات الإسكانية التي تضمها المشاريع الحديثة الموزعة في جميع مناطق المملكة حيث واصلت الوزارة توزيع شهادات التخصيص بمدينة شرق سترة إضافة إلى تسليم المفاتيح في مدينة سلمان وضاحية اللوزي لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة مراعية في أثناء ذلك التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في عملية التوزيع الحمد لله يعني بعد هالسنين كلها حصلنا هذا البيت الحمد لله بالنسبة للإجراءات الحمد لله كانت ميسرة والأمور والأخوان في وزارة الإسكان ما قصروا معنا وشكري لكل القائمة في وزارة الإسكان والحكمة الرشيدة فرحت الأهل من أمس من أول ما جانا للاتصال كنا ننتظر للاتصال ومن أمس إن شاء الله من أمس من ما استلمنا الاتصال حق السلام للبيت كانت شعورنا واجد طيبة ومستنسين إذا هالساعدة ما استلمنا البيت الإجراءات كانت الحمد لله سلسة تصلوا فينا عشان السحب ورحنا حق السحب وبعدين الله يسلمش انتظرنا الاتصال والحمد لله هنا اليوم وستستمر وزارة الإسكان في عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين وضمن الجدول الزمني المحدد إلى جانب حرصها على استكمال خطة عملها فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية لتلفزيون البحرين محمد رشيلت